والآن نتوقف مع أخبار طقس والزميلة رفيف إليك رفيف شكراً محمد أهلاً بكم في هذه النشاة الجوية الخاصة بالسعودية لدينا أجواء صحوة في كافة المدن على أن تبقى المناطق الجنوبية الغربية غائمة ومعرضة لأمطار متفرقة خصوصاً على أبهى حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة خلال هذا اليوم وتبقى المناطق الشمالية معرضة لأمطار متفرقة ولكن نلاحظ من خلال هذه الخريطة بأن الأمطار سيكون لها التأثير الأكبر خلال هذا اليوم على المناطق الشمالية الشرقية من السعودية وإليكم هذه المشاهد والتي تداولتها المواقع الإلكترونية مؤخراً والناتجة عن أمطار حائل حيث تسربت مياه الأمطار الغزيرة إلى داخل قاعات مطار حائل الإقليمي وأرضيات مستشفى حائل العام وجامعات حائل مشاهدينا هذا وكشفت أمانة جدة عن جاهزيتها واستعداداتها الكاملة لموسم الأمطار من خلال خطة متكاملة تهدف إلى تصريف مياه الأمطار والتي تتجمع في التقاطعات والشوارع الرئيسية والداخلية والبرحات من خلال استخدام شبكة التصريف والتوصلات أو بواسطة الناقلات فور توقف هطول الأمطار في مدة لا تتجاوز ستة ساعات وتشمل الخطة أيضا تصريف المياه من الشوارع الرئيسية خلال 24 ساعة أيضا ومن الشوارع الداخلية خلال 48 ساعة ومن البرحات خلال 72 ساعة وكذلك تشمل الخطة العمل على تنظيف ورفع المخلفات من الأحياء والناتجة عن هطول الأمطار والسيول مشاهدينا نتعرف الآن على درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في كافة المدن السعودية نبدأ من الدمام والهفوف لدينا 30 درجة مئوية وأجواء صحوة كما سبق وذكرت في كافة المناطق السعودية في وادي الدواسر 26 درجة مئوية في القاسيم لدينا 25 درجة مئوية وتبقى درجات الحرارة مرتفعة نوعا ما في جبال مع 30 درجة مئوية مشاهدينا فينا جران تنخف الدرجات الحرارة إلى 25 درجة مئوية وإليكم المزيد من درجات الحرارة في جازان ارتفاع في درجات الحرارة إلى 32 درجة مئوية ولكن تبقى الأجواء غائمة جزئيا وفي الباحة أيضا الأجواء غائمة جزئيا مع 22 درجة مئوية في مكة المكرمة الأجواء صحوة من جديد وترتفع من جديد درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية وفي المدينة المنورة لدينا أجواء صحوة مع 29 درجة مئوية مشاهدينا هذا كل ما لدينا حتى هذه اللحظة شكرا لكم على المتابعة